هذا الفيديو من كثر الأخطاء اللي صارت في الكاميرا شكيت أنه يوجد معنى الجن الآن وأنا بصور وعمال أبدو يخلينا أتلعث السلام عليكم أنا محمد غنائم هل نظرت سابقا للجن من زاوية مختلفة؟ اليوم ستنظر بعيدا كل البعد عن القصص المرعبة التي نسمعها عن الجن وارتباط كلمة الجن بالخوف ففي نهاية هذا المقطع ستفكر كالعلماء عندما يطرح موضوع له علاقة بالجن وستكون حكيما راقيا في تفكيرك بإذن الله إن أخذ الأمر من بدايته مصطلح الجن في اللغة يعني الخفاء جن يعني مختفي فنحن لا نراهم فهم جن ويقال في اللغة أن أي كلمة تبدأ بحرف جيم وتنتهي بحرف نون تدل على الخفاء مثلا كلمة جنين مغفي لا نراه وهكذا ودائما الأمر المغفي يخاف منه الناس يعني الآن لو قلت لك يوجد خلفك شخص سيؤذيك لو التفت له فأنت تلقائيا ستخاف لأنه شيء مغفي لا تراه ولكن بمجرد أن تلتفت ولا تجد شيء يزول الخوف ولكن ماذا لو كان حقيقة هناك خلفك شخص ينظر لك ويختفي كلما حاولت النظر إليه وهنا حلقة اليوم الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة جدا أهمها الإنس والجن وهم الخلق العاقل الذي خلقه الله تعالى يعني الإنس والجن لديهم عقل ليسوا كالحيوانات لا يعقلون فأنت تفكر وتحلل الأمور وكذلك الجن لذلك سيحاسبنا الله يوم القيامة فالله لا يحاسب غير العاقل فالأنعام يوم القيامة ستصبح تراب بعد أن يقضد الله بينها بالحق يعني خلقنا وخلقهم لهدف واحد وهو عبادته يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب هل الكل يعبد الله سواء من الإنس أو الجن لا وإلا لما خلقت النار في الإنسان يوجد المسلم والكافر في الجن أيضا يوجد الكافر والمسلم الكافر من الجن يسمى شيطان والمسلم يسمى جان يعني لو سمعت كلمة شيطان يعني جني كافر وإذا سمعت كلمة جان يعني جني مسلم حتى الإنسان الكافر يقال عنه شيطان تخيل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه شياطين الإنس والجن يعني يحق لنا استخدام كلمة شيطان في وصف إنسان كافر بدلالة من القرآن بغض النظر عن المسميات فإذا كان مننا نحن البشر العاصي يوجد منهم أيضا العاصي وهذا ما بينه ثل من العلماء تعرفون نحن البشر نأكل ونشرب ونتكاثر وكذلك الجن يأكلون ويشربون ويتكاثرون يقول الله سبحانه وتعالى فتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو ذريته يعني يتكاثر الأمر روعا ما بدأ يبدو بسيط وغير مخيف صحيح فهم يتشابهون معنا في أمور كثيرة وبالتالي فهم طبيعتهم أصبحت أسهل فعندما تعلم عن شيء ما يقل خوفك منه كما أنهم يتشابهون معنا في أمور كثيرة أيضا يختلفون عنا في أمور كثيرة يختلفون عنا بأننا نحن البشر خلقنا من طين وهم خلقوا من نار وهذا كان السبب الأساسي في رفض إبليس السجود لآدم في الجنة إبليس وكبير الشياطين كما تعلمون شعر أننا مخلوقات أقل منه وشعر أن الطين أقل من النار فلم يسجد لآدم في الجنة فتوعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب وتوعد الله بأن يضل هذه المخلوقات الضعيفة أي يضلنا نحن إذن نوعا ما ملخص كل ما قلناه إلى الآن أن الجن يتشابه معنا في أمور كثيرة وهو عاقل يفكر يأكل يشرب يتكاثر مثلنا نحن الإنس ويختلف عنا بأنه خلق بالنار ونحن خلقنا من طين وهو يستطيع رؤيتنا ونحن لا نستطيع رؤيتهم يقول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم قال العلماء في تفسير هذه الآية أن الشياطين تستطيع رؤيتنا على هيئتنا الأساسية ولكن نحن لا نستطيع رؤيتهم على هيئتهم الحقيقية نستطيع أن نراهم عندما يتمثلون بخلق آخر مثلا الشيطان في يوم بدرأة إلى المشركين على هيئة إنسان سراق بن مالك والوعد المشركين بالنصر إذن فإننا نستطيع أن نرى الجن ولكن على غير هيئتهم الحقيقية طيب السؤال الذي لطالما حيرني لماذا لا يمكننا رؤية الجن على هيئتهم الحقيقية؟ ما المانع في ذلك؟ المانع في القرآن الكريم عند جملة من حيث لا ترونهم يعني الجن يرانا بطريقة ما تفوق قدراتنا كبشر وهنا سأتعمق قليلا في تفسير هذه الآية الكريمة من حيث لا ترونهم تعرفون الأبعاد في الكون الذي نعرفه نحن البشر ثلاثة أبعاد مكانية طول عرض ارتفاع وواحد زماني الذي فسره أينشتاين يعني نحن البشر نعيش في بعد ثلاثي لتوضيح الفكرة أكثر لنبدأ من البعد الأول هو عبارة عن خط يمكن لمن يعيش به أن يتحرك يمين أو يسار فقط لو قمنا بمد خطوط من الجانبين بحيث يتشكل مربع لنا يسمى هذا البعد الثاني مثل الورقة يوجد طول وعرض ولا يوجد ارتفاع يعني تستطيع التحرك يمين ويسار أمام وخلف فقط ثم للتحول إلى البعد الثالث نقوم بمد خطوط من كل زاوية لنحصل على شكل مكعب ويكون به ثلاثة محاضر طول عرض ارتفاع وهذا هو البعد الثالث الذي نعيش به نحن البشر الفكرة الآن لو شخص من البعد الثالث يعني نحن يستطيع رؤية البعد الثاني أو الأول صحيح يعني مثلا أن تنظر الآن أنت لورقة أو لخط أفقي تستطيع بكل سهولة ولكن الذي يعيش في البعد الثاني فإذا رأك سيرى منك فقط خط ما يوازيه الآن لو قمت مد خطوط كما في الشكل سنحصل على البعد الرابع شكل غريب صحيح وغير مفهوم ربما البعد الرابع يستطيع أن نشاهد البعد الثالث الذي نحن به ولكننا لا نرى منه سوى المحاور التي لديه يقال أن الجن يعيش في البعد الرابع أو الخامس يعني يرانا ونحن لا نراه وصلت الفكرة طبعا هذا الكلام غير مثبت علميا مئة بالمئة بل نظريات ولا مانع ديني يمنعنا من مثل هذا التفكر بشرط أن تبتعد عن الصدفة في تفسيره لتلك الأبعاد حتى لا تقع في شبهات إلحادية وفقا لما افترضنا فإن الجن يعيشون في بعد أعلى منا يتداخلون في عالمنا يروننا ولا نراهم يؤثرون علينا ونؤثر عليهم عندما تتداخل أبعادنا معا صحيح وهذا الكلام نحن نؤمن به كمسلمين فالجن يعيشون في عالمنا ويمارسون نشاطاتهم فيه يقول الرسول صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم دلالة أنهم يعيشون معنا حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم أمرنا بأفعال تحمين منهم مثل قراءة آية الكرسي وأفعال تحميهم مننا تعرفون قصة الصحابي الذي قتل أفعى كان بداخلها جن فقتلت والقصة كاملة مع السند أوضعتها لك في الوصف طيب فهمنا أن الجن يروننا ونحن لا نراهم لأنهم في بعد أعلى من البعد الذي نعيش به وبالتالي يستطيعون أن يروننا ونحن لا نستطيع طبعا هذه افتراضات لا تأخذ الأمر على أنه مسلمات علمية بل أبحر معي في هذه الافتراضات طيب هل ممكن أن أنتقل من البعد الذي أنا به إلى البعد الرابع يعني أريد أن أنتقل من بعدي إلى بعد عالم الجن يعني كما نسمع في بعض القصص أن الجن قام بأخذ شخص وسحبه معه إلى العالم السفلي صراحة لا نعرف تمام من إجابة هذا السؤال ولكنه لو حدث بالفعل ستحدث أمور جميلة جدا مثلا ستتمكن من الانتقال المكان إلى آخر لحظيا ستحدث أمور خيالية لن يفهمها عقلك الثلاثي البعد في البعد الرابع لا يوجد واي فاي أو أشعة كهرون غناطسية أو قوة نووية لأن كل الأجسام في البعد الثالث بينها ترابط معين هذا الترابط يختفي عندما تنتقل إلى البعد الرابع فبالتالي الـ DNA الخاص بك سيتحلل أمور كثيرة ربما الخيال نفسه لن يستوعبها حتى تمام الآن أعتقد ربما يوجد سؤال على عقلك أو في بالك وهل يستطيع الجن أن يؤثر على الإنسان في بدنه يعني كما نشاهد في بعض المقاطع على اليوتيوب نجد أن جن دخل شخص ويؤلمه ويؤثر على عصابه ويؤثر على جسده صراحة اختلف العلماء اختلاف كبير في هذه المسألة وهي مسألة تمس الجن دعني أصدمك وأقول أن هناك فئة كبيرة من أهل العلم تتفق وأجازت هذا الأمر واستدلت بالآية الكريمة قال تعالى بعد عذو الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قال العلماء أن ما أصاب أيوب عليه السلام في بدنه كان من فعل الشيطان طبعا لا أخفي كسرًا أغلب المقاطع الموجودة على اليوتيوب تمثيل واضح يعني عندما ترى يجب أن تضحك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دلالة من الله عز وجل أن من يأكل الربا يتخبط مثل الذي مسه الشيطان يعني أن هناك مس من الشيطان نوعا ما أغلى الموضوع جانب جدي ومخيف ولكنه ليس كذلك طبعا أنوه حبتي في الله يعني ليس كل مرض نفسي أو عصبي هو مس من الشيطان تخصص النيرولوجي أو علم الأعصاب من أصعب التخصصات في الطب يعني نقوم بدراسة آلاف الأمراض المتعلقة بالأعصاب والدماغ يعني بعض الأمراض العصبية الشخص يكلم نفسه بعض الأمراض العصبية إذا أصاب جسدك الماء ترتجف إذا تكلم شخص بجانبك تصرخ دائما كما قلت سابقا نحن كأطباء مسلمين عندما تأتي حالة خارج طبيعتها نقوم بالنظر إليها علميا بحث ونشخصها طبييا بحث ونعالجها طبييا وعلميا بحث ولكننا نؤمن بوجود الجن ونؤمن بتأثيره علينا ما الذي تريد أن تصل له يا محمد أتريد أن تصل إلى أن الجن يؤثر علينا ويستدع أن نخوف منه أو أنهم أقوى منا لها بالعكس تماما من ناحية القوة فأنت أقوى منه يقول الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن أريد منك أن تقوم بأفعال تحميك منهم وأفعال تحميهم منك أفعال تحميك منهم مثل الاستعاذة من الشيطان الرجيم الاستعاذة من الخبث والخبائث قبل الدخول للحمام قراءة آية الكرسي قبل النوم وأفعال تحميهم منك مثلا لا تقتل أفعال أو حيات البيوت لألا تكون جنا مسلما كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وضعته لكم أيضا في الوصف في النهاية يا حباتي في الله أعلم أن هناك سؤال سيأتي من مثقف يقول العالم وصل إلى الفضاء وأنتم تتكلمون عن الجن وهذه الفرافات اسمع أيها المثقف في البداية لا يوجد شيء ذكر في القرآن الكريم لا فائدة من الحديث عنه إضافة إلى أنهم وصلوا إلى الفضاء لأنهم درسوا علوم الفضاء يعني يعطيني وكالة فضاء عربية واحدة بل أن أغلب الأبحاث والدراسات التي تجري حاليا في المختبرات السرية تقوم على دراسة القوى الخارقة والعالم السفلي لتوظيف ذلك في مصالحهم فأريد منك أن تفكر كالعالم وليس كالمثقف وأخيرا وليس آخرا من يدري لعل هناك جني يتابع معك الحلقة بما أننا نتكلم عنهم ربما هو جني مسالم أو مسلم وشاركني برايك في مكان التعليقات ودمتم في أمان الله